مين يا فندم؟ السيدة مماهرة تفضل من كفر الشيخ السلام عليكم ايو ازاك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله والله انا انا بعدت حضرتك السؤال على الصفحة اللي هو ابني كان مريض فشل كلوي وغسيل وجل وبعدين؟ وبعدين كان مجسر شوها في الصلاة وهو تعب من عمر 9 سنين طيب ربنا ان شاء الله يجمع له بين تمام الاجر والعافية يا رب هو يا ربنا الحمد لله توفاه وهو تعلم تكفي الصلاة ونص ان شاء الله ربنا يجعله في فسع الجنات يا رب يعني تكسيره في الصلاة ده هو تمقالمني نفسيا جامد ومش عارفة عمل طيب يا سيدي احنا دلوقتي هو قصر في الصلاة وتوفي ايه الحل اللي احنا عندنا؟ الصلاة عندنا عبادة بدنية وانا اقولك حاجة لنفسيتك انت يا حاجة ممهرة اكلمك عليه دلوقتي هو دلوقتي اثر في الصلاة والصلاة عبادة بدنية لا يجوز ان حد يقضي الصلاة عن حد لكن يجوز ان احنا نتصدق بصدقات واسعة وكثيرة وهذه الصدقات تعود على هذا الانسان بان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخطره ويعفو عنه ويغفر له لان احنا عرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في حاجات تخفف على الانسان وتزيد في عمل الصالح معد وفاتي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع ملوه الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فاذا انت عملت ده وتصدقت عنه ان شاء الله ربنا يخفف عنه وانا بنصح حضرتك ان انت كل ما تعملي عبادة اقولي اللهم هاب مثل سواب عبادتي لولدي لكن خليني اقول لحضرتك حاجة ما ينفعش ان انت تجزمي بحاجة مش عندك ما ينفعش تجزمي بان ابنك بيعذب دلوقتي ولا ان ابنك سبحانه ان ابنك الله سبحانه وتعالى ما عفاش عنه ده مش من حقك انت حقك حاجة واحدة بس ان انت تحسن الظن بالله هذا اقبل على الله وهو قد شهد لله بالوحدانية وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة اذا هو اقبل على الله بشفاعتين شفاعت ان هو وحد الله وشفاعت انه امن برسول الله فانت تعمل ايه تحسن الظن بالله بان ربنا لما يجيله كريم وعلى هذه الحال ان شاء الله ربنا يكرمه ويخفر له فدايما ادعي لابنك بالمغفرة ودايما حسن الظن بالله يبقى عندنا تلات عبادات قلت لحضرتك عليه اول حاجة ان انت تدعي لابنك بالمغفرة تاني حاجة ان انت تكسر من الصدقة تالت عبادة ان انت تحسن الظن بالله ده هو الطريقة الصحيحة في التعامل مع ابنك وان شاء الله بس ايه وعي يسيطر عليك نفسك الامارة بالسوء بان ابنك خلاص انت عرفت نتيجة الامتحان هو مش امتحان ده هو الامر موقوف على فضل الله الرحمن فانت ليه تقولي وتجزمي بحاجة انت ملكيش علاقة بيه ازاي ربنا هيعمله هيعمله بالكرم ولا هيعمله بالعدل ده عندي مولانا طب واحنا واجبنا ايه العبادة اللي عندنا نحسن نظن بالله نعم